السلام عليكم درس المتثاليات العددية تبرين رقم 5 نحاول نرى كيف نحسب متثالية على شكل QSN يعني هذا الشيء يلقى في المتثالية الهداثية هذا التعبير هذا QSN نحن 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 هذا الفيدي فالقايدة أربعة ذي الحالات نحن نتجد المنزل إذا كان كيف نحن مع سورة قطعا ما بين ناقص 1 و 1 فاللميت الوصول ستصبح 0 بحال ما تصبح 1 لأن 1 للجوج محسورها ما بين 1 و 1 ثالث ستصبح 0 فاللميت الوصول إذا كان كيف يكبر من واحد بحال الليمت ديال جوج وسآل اذا جوج كبار من واحد يعني للنهاية كتساوي بلس اين فين. الى كانت كو اصغر من او تساوي انها اخص واحد النهاية كتكون غير موجودة يعني ممكناش نحسبوها. اذا الليمت ديال جوج وسآل اذا جوج وسآل جوج اكبر من واحد اذا بليوس لان فيني لانه جوج اكبر من واحد. نهاية الموليا الليمت ديال جوج الى ثلاثة وسآل. جوج الى ثلاثة محصورة بين واحد وناقص واحد الى اقسم جوج الى ثلاثة غير نصف فاصلة. اذا تساوي السافر. لان جوج الى ثلاثة محصورة بين واحد وناقص واحد. او لا لكن قيمة المطلقة ديال جوج الى ثلاثة اصغر من واحد. الليمت ديال ناقص خمسة وسآل. اذا ناقص خمسة اصغر من ناقص واحد. اذا النهاية غير موجودة. اذا ممكناش حسب هاد النهاية هاد النهاية علاج لان ناقص خمسة اصغر من ناقص واحد. اذا الان الليمت ديال صف فاصلة سبعة وسآل. اذا غدتنشوف صف فاصلة سبعة. اذا عدنا صف اصغر من العدد واحد. وبالتالي الليمت تساوي ماذا? تساوي السفر. لان صف فاصلة سبعة. القيمة المطلقة ديالها اصغر من واحد. او لان ديال صف فاصلة سبعة محصورة بين واحد وناقص واحد. الليمت ديال جدر جوج. جدر جوج كتساوي واحد فاصلة شي حاجة. اذا اكبر من واحد. اذا الليمت ديال. ديال خمسة وسآل على اربعة وسآل. اذا لقدرنا التعويض المباشر. خمسة وسآل خمسة كبار من واحد غير جيني بيوسان فيني. وكذلك اربعة كبار من واحد جيني بيوسان فيني. اذا هنا شكل غير محدد. اذا نحاول انستوى الكتاب. اذا كنعرفوا بان اوسآل على بيوسآل تساوي ا على بي لكل مسآل. اذا الليمت ديال خمسة على ربعة لكل مسآل. وخمسة على ربعة. يعني كنحاول نكتب التعبير لشكل كو وسآل. باش نطبق عليه القائدة. اذا كو. انا عدنا خمسة على ربعة. اللي هي واحد فاصلة. اذا اكبر من واحد. اذا الليمت كي ساملنا. لان فيني خمسة على ربعة. لان خمسة على ربعة اكبر من واحد. الان الليمت ديال. اربعة اوسنا خسآل. اذا احنا ما عدناش اوسنا خسآل. عدنا اوسآل. اذا كنحاولو بسطور كتر. اذا اذا ادنا ا اوسنا خسآل. شو ساوي ماذا هي واحدة لا اوسآل. اذا هي الليمت واحدة لا اربعة اوسآل. اربعة اوسآل. اربعة اوسآل. اربعة اكبر من واحد. وبالتالي هي الليمت ديال هي واحدة لا يستانفيني اي صفر. او اللي يمكن نكسب على هذا الشكل هذا هي الليمت. اذا واحد راه هي واحد اوسآل. اذا هو الليمت ديال واحدة لا اربعة لكل من اسآل. في التعبير السابق. واحدة لا راه نحصر ما بين واحد وناقص واحد اي نهاية تساوي صفر. الليمت ديال ناقص جوج اوسآل. ناقص جوج اصغر من ناقص واحد اذن هنا النهاية غير النهاية غير موجودة. الان الليمت ديال ثلاثة اوسآل ناقص واحدة لا جوج اوسآل. اذا تعويض المباشر. ثلاثة اوسآل. اضنا ثلاثة اكبر من واحد اذن بس انفيني. وجوج اوسآل. اذا كذلك جوج اكبر من واحد بس انفيني. اذا نعجنا بس انفيني ناقص واحدة لا بس انفيني. واحدة لا بس انفيني هي الصفر اذن هي بس انفيني. اذا النهاية الاخيرة الليمت ديال ثلاثة اوسآل زائد جوج اوسآل على جوج اوسآل. كتعويض المباشر. ثلاثة اوسآل كتعويض المباشر. ثلاثة اكبر من واحد. جوج كذلك اوسان كتعويض المباشر. او في البسط كذلك. او في المقام. اذا الشكل غير محدد. اذا هنا كنمكلي ندير التعميل. اذا ممكن نعمل بالعدد جوج اوسآل. اذا ليمت ديال ثلاثة اوسآل على جوج اوسآل زائد جوج اوسآل على جوج اوسآل على جوج اوسآل. اذا كنعملو في البسط. اذا نختازل هنا ثلاثة اوسآل على جوج اوسآل هي ثلاثة على جوج لكل اوسآل زائد واحد. عفونا هنا را عملنا بجوج اوسآل. اذا اختازلنا بجوج اوسآل في البسط وفي المقام. اذا نبقى لنا ثلاثة اوسآل على جوج اوسآل زائد واحد. ثلاثة اوسآل على جوج اوسآل هي ثلاثة على جوج لكل اوسآل. اذا ثلاثة على جوج لكل اوسآل زائد واحد. ثلاثة على جوج اكبر من واحد. وبالتالي النهاية كتصونا زائد واحد يعني بلس لانفين. الان فهتمرين هدا غنحاول نشوف حساب النهاية. ممكن قعدنا الليميت ديال ان اس الفا. الليميت ديال ان اس الفا. والفا كنت من الار. اذا لعدنا جوش ديال الحالات. الى كانت الفا موجبه. فان اس الفا للميت ديال ان اس الفا هو موجبه للميت مسلا ديال ان اس خمسة ولا ثلاثة الا جوش. هدي موجبه. اذا كانت الفا سالبة الطعيم ف pee stands. اذا كانت الفا ساليبة. سيكون لا الان اس الفا هي الصفر. حال مسا estable. ديال ان اس ناقض ثلاثة. اذا ليلامت ديال ان اس ثلاثة هي ان اس ثلاثة اي تبقدينا سفر. اذا نبدأ بهذه النهاية. دي الان وستربعة على ثلاثة بلسانفيني. اذا اربعة لثلاثة ادنا اكبر قطعا من سفر وبالتالي النهاية دي الهي بلسانفيني. دي الان او ناقص سالة خمسة او سالة سبعة. عدنا ناقص سالة سبعة اصغر من سفر. اذا النهاية هي سفر. الان دابع النهاية الثالثة. اذا الليمت هي الان وثلاثة على خمسة ناقص اوث واحد على ثلاثة زائد اربعة. اذا نريد نتعويض المباشر فهي اعطاني. نتعبير للول خي اعطانا بلسانفيني لان ثلاثة على خمسة موجب. كذلك هنا بلسانفيني ناقص بلسانفيني. يعني شكل غير محدد. اذا نريد نعمل بالعدد بشي نعمل بشي نعمل بشي نحاول بالصدق الكتابة. اذا بشي نعمله نعمله مثلا بان اص واحد على ثلاثة. اذا الليمت دي الان اص واحد على ثلاثة. اذا اص ثلاثة على خمسة. عملنا بان اص واحد على ثلاثة. اذا نقسم عليها. ناقص ماذا؟ ناقص واحد. زائد واحد على ثلاثة نطل حال فوق. هنا عدنا اا اص ان على ا از ان. تسيوي ماذا؟ اا اص ان ناقص اب. وبالتالي. الان اوس واحد على تلاثة. او اثلاثة على خمسة ناقص واحد على ثلاثة. ناقص واحد. اذا ثلاثة على خمسة ناقص واحد على ثلاثة مقنة واحدة وخمسطاش اذا كنضربه ثلاثة في ثلاثة السعود وكنضربه واحد خمسة اي ناقص خمسة السعود ناقص خمسة هي اربعة على خمسطاش اذا تساوي ديال ان اوس واحد على ثلاثة هنا زائد اربعة ودلتلاتة ان اوس اربعة على خمسطاش ناقص واحد زائد العدد اربعة اللي مدخلتوش في التعمل ديالنا مغيفدني بوالو او ما كيشكش قليش شي مشكل اذا دا بندلو التعويض ادنا ان اوس واحدة على ثلاثة واحدة على ثلاثة عدد كبر من السفر اذا بس ان فيني ان اوس ربعتاش اربعة على خمسطاش اذا بس ان فيني لان ربعتاش اربعة على خمسطاش تقول الى او اكبر من السفر اذا بس ان فيني ناقص واحد يبس ان فيني زائد اربعة اذا بس ان فيني بس ان فيني بس ان فيني شكرا